هذا ويمثل معرض البحرين الدولي للطيران مكانة اقتصادية واستثمارية وتنموية لمملكة البحرين ومقصدا مهما لشركات صناعة الطيران والسياحة الدولية وأيضا لرجال الأعمال المعرض يشكل فرصة قيمة من خلال المشاركة الواسعة لشركات وعرض منتجاتهم وخدماتهم بالإضافة إلى عرض آخر ما توصل إليه مجال الطيران التفاصيل في سياق التقرير التالي النجاحات المكتسبة لمملكة البحرين في تنظيم المعارض لا تقف عند قطاع معين بل تشمل جميع القطاعات ومختلف المجالات معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الرابعة استطاع أن يستقضب كبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية وعدد كبير من التجار والموردين والصانعين المختصين في صناعة الطيران حيث زادت نسبة المشاركين في الدورة الحالية مقارنة مع الدورة السابقة وهو ما يؤثر إيجابا على تنمية القطاعات الأخرى إلى جانب تحفيز الاقتصاد وطرح الفرص الاستثمارية التي تسهم في جعل البحرين واحدة من أكثر الاقتصاديات العالمية نماء وتحفيزا للاستثمار بوجود نوع من المعارض يؤكد بأن البحرين لا الحمد مر بمرحلة استقرار كبيرة والدليل على ذلك أنه الآن حسب ما فهمنا وقرأنا أنه في تقريبا 30% نسبة الزيارة في العارضين من قرأة 2016-2014 فهذه الدلالة واضحة بأن البحرين لا الحمد يعني ما شيء في الاتجاه الصحيح يمثل المعرض نقطة التقاء نشطة للصفقات ليس للبحرين فقط ولكن للمنطقة بكاملها حيث بات المعرض يشكل سوقا عالمية في المنطقة ما يوفر الوقت والجهد على الدول في عقد صفقات الشراء من خلاله القرفة دائما تستفيد من هذه الأحداث سواء القرفة أو الجمعيات الأهلية الموجودة الثانية التعرف على الشركات الجديدة تسهيلات دخول الشركات الجديدة تسهيلات لهم بالتعامل مع التجار الموجودين في البحرين تعطيهم الاوبشن رويهم الاستثمارات الموجودة في البحرين ومقارنة مع النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الثالثة في العام 2014 أكد المنظمون أن عائدات معرض هذا العام من تأجير الشالهات وتأجير مساحات من أرض المعرض للمؤسسات والشركات والتذاكر وكذلك الرعاية الرسمية للمعرض تغطي ما نسبته 80% من تكلفة إقامة المعرض وهي نسبة تفوق النسبة التي حققتها المعرض السابقة في نسخه الثلاث والتي حققت نحو 50% ترجمة نانسي قنقر